المشاهدين الكرام وفن الكاريكاتور واحد من الفنون اللي نقدر نقول عليها بخفيفة ظل يعني زي ما احنا شفنا في الفاصل ساعات بتبقى فيها ضحكة وفيها نوع من انواع السخرية ولكن كمان فيها فكرة ممكن تكون لازعة وممكن تكون فكرة مهمة وفن الكاريكاتور عموما هو فن صاحب قضية والدليل على كده انه في مشاكل كتير ممكن تيجي لفنانين الكاريكاتور في عصور سابقة لان كان ممكن يلمسوا مشاكل حقيقية بنعيشها ويترجموها بالريشة بشكل بسيط جدا ولكن في الصميم اسمحونا مشاهدين الكرام نستضيف فنانة الكاريكاتور أستاذة هويدة إبراهيم أهلا بكي أستاذة هويدة من ورانا نهاردة الصباح الخير وصباح الخير على المشاهدين وأنا مبسوطة أن أنا معيكم نور نوركو كلكم بصراحة مستحة خليني أقول فن الكاريكاتور فن يعني السهل الممتنع ففن تبسيط الفكرة مع تطخيم بشكل أو بآخر لبعض المناحي اللي بتكون في الرسمة نفسها أو في يعني التابلو أو النكتة اللي بتتقال أحيانا بيستخدم للنكتة ولمجرد الرفاهية وأحيانا بيناقش قضية مؤرقة بشكل كبير ده صح يعني فن الكاريكاتير رسالة وهدف في الأول وفي الآخر كمان يعني هو على فكرة الإضحاق في حد ذات وهدف ورسالة ده صح ومحتاجينها ده صح ده صح فهو احنا ممكن نخرج نقدم مشكلة أو قضية معينة بشكل ساخر من خلال كاريكاتير وكمان لما يبقى بدون تعليق أو أرسم كاريكاتير إن أنا خاطب به المواطن العادي اللي هو ممكن يكون مش متعلم يفهم رسمة الكاريكاتير ومن غير مكتب تعليق فده الكاريكاتير أو الرسمة اللي أنا عملتها لك حد فإحنا رسالتنا إن إحنا نوصل الكاريكاتير أو الرسالة اللي إحنا عايزين نوصلها من خلال فن الكاريكاتير لكل أطياف المجتمع صحيح فن الكاريكاتير ليه طبعا رواد وفي مصر بالذات يعني كان له همية كبيرة جدا وبقول لحضرتك الدليل على كده إن في الحقيقة قضايا كتيرة جدا تم منقشتها من خلال فن الكاريكاتير يعني ممكن نقول السينما ممكن نقول الأغنية ممكن نقول المسلسل بيناقش قضية بس عنده مساحة طويلة إن هو يسرد الحدث وينقشه أما أنتم فمهمتك صعبة جدا لازم بألوان معينة بريشة أو بألم بسيط وكلمات مقتضبة جدا توضحي أنت عايزة تقولي إيه وتبقى الرسالة مهمة وفي الصميم زي ما قلت ده صح يعني الكاريكاتير ممكن أكون صحفي أرسم أو أكتب سوري أكتب مقال ومقال ممكن ياخد صفحة أو صفحتين وممكن رسم الكاريكاتير تختصر كل دف في رسمة وممكن كمان بدون تعليق أو بدون كلام صحيح فإحنا فعلا يعني الكاريكاتير من أهم الفنون أو من أهم الأسلحة اللي موجودة إن إحنا بنقش بيها وبنحل كمان يعني ممكن رسم الكاريكاتير تحل قضية صحيح الناس أحيانا الكاريكاتير بيزعلهم يعني أحيانا بتقلق أنه مبني على السخرية والتطخيم وأحيانا الحقيقة بتوجع ده صحيح يعني أنا ممكن أجي أرسم بورتريل شخصية معينة الناس فهم أن أنا أجي أرسم بورتريل ده فأنا أكبر المناخير هطول الودين فأقولي لي لا 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 ما ترسمينيش لا أنا ممكن أبرز الحاجة الحلوة في الشخصية مثلا اللي أنا برسمها أو ممكن أبالغ في حاجات أبرزة يعني ممكن يكون امرأة جميلة عندها شوية الرموش طويلة فأنا أبرز ده شعرها مثلا طويل فأنا أبرز ده مش لازم أن يبقى احنا تعودنا أنه المناخير بتكبر لا إحنا كل خيرنا والبقى بيبقى يعني تعودنا عليك مرة جاية ترسميني وأشوف طيب خلاص لأنا أرسمك جميلة عشان حضرتك طبعا لا أنت الأجمل طيب خليني أقولك أن أنت فنانة كاريكاتير مش بس يعني ساخرة ولاكي قضية إنما كمان تبنيت قضية المرأة وبشكل كبير وبشكل مهم جدا يعني ليكي دور ودور مهم ودور طبعا أي حاجة في الدنيا بتبقى مؤثرة أو خليني أقولك خارج الطبور بتنتقد بشكل كبير ولكن أنت فضلت برضو مصرة وأخدت جوايز وليكي دور قوي في مسندة المرأة والحقيقة يعني بحقيكي على هذا الدور أهم القضايا اللي تم منقشتها من خلال أعمالك الفنية يعني إحنا ككارستيما أنا الوحدي إن أنا اهتمت بكل قضايا المرأة العنف ضد المرأة زوج الكاثيرات كل ما بتتعرض لي المرأة من عنف قضايا الورث كل حاجة رسمتها أنا من خلال فن الكاريكاتير لكن اهتمامي أكتر بقضايا المرأة إن أنا حبيت إن أنا عمل حاجة معرض خاص بالفنانات ويكون قضية للمرأة ده في حد ذاته تبني قضية ده طبعا طبعا لأنه أنت عارفة أنه برضو في المجتمعات يعني من الوصول أو أن المرأة يبقى لها اسمه وتتشهر أو أن هي حتى يبقى لها مجال بتقدر تحقق منه دخل كبير أو غيره ومش بس في الكاريكاتير ده بيبقى يعني الطريق مش ممهد أوي ده صحيح في دولنا زي مثلا في دول أوروبا وإن كان الوضع تغير الفترة الأخيرة لا إحنا كرسامات كاريكاتير في مصر إحنا عنينا يعني إن أنت تيجي ترسمي كاريكاتير كان طبعا الموضوع مكتصر تماما على الرسام رسام الكاريكاتير أو الرجال فإحنا لما جينا وكان دايما يرسم المرأة مش التخينة ومفترية دايما بتدرب الراجل يعني إحنا لو شفنا الكاريكاتير زمين هنلاقي كده أنا عن نفسي زمين وأنا صغيرة كنت أحب قوي أكتر حاجة في الجورنال هي الكاريكاتير بس دايما كنا بنشوفه الست مفترية على رجال يتدربه دايما لا إحنا لما جينا فكر لا فاكرة كان فيه الحب هو ودايما فيه الست هي الصعبة صح يعني أنا بفتكر صحك أنه بيبقى كده ده كل الرسمين فإحنا عشان كده إحنا بدأنا نغير مفهوم أو نظرة الناس لنظرة الكاريكاتير أول ما يشوفه الكاريكاتير يقولك الستة هنرسم الستة وحشة الحب هو أن هي تأكله هو لا الحب هو أن هي تركيحة ومدمر فيه عطينا فتنمر دايما فإحنا لأ بدأنا أن إحنا نغير في المفهوم ده نقول لهم الستة الجميلة هيقولك تنمر وفيه ناس بتشوف أن الكاريكاتير نفسه هو فن التنمر يعني بشكل عبق آخر لا إحنا كمال لما بدأنا أن إحنا نرسم المرأة جميلة ونعمل معارض للرسامات بس بدأ يقولون إذا أنتوا عنصريين أو يعني أنت فيه عنصرية تم تخلي رجل وستة بس مش هيحس بقضية المرأة اللي إحنا بنعملها في المعرض ألا المرأة نفسها فإحنا ده اللي خلاني أن أنا أعمل معارض للبنات بس والقضايا المرأة نجحة قد إيه بقى المعارض تكلميني عنها؟ لا إحنا نجحنا من أول معرض إحنا أول معرض لنا كان في 2014 وكنا عاملينه معرض كنا 21 فنينة وكان اسمه النص الحلو اللي هو على النص الحلو نص المجتمع الحلو وطبعا كل فنينة عملت قضية معينة والحمد لله سمع جيمد لحل درجة أن اليونسكو كتبوا أن مصر الدولة الوحيدة اللي احتفلت باليوم العالمي للمرأة من خلال فن الكاريكاتير أوليدي بقى أهم الأعمال اللي أنت لما بتشوفيها بتحيث أن أنت قدرتي تعبري عن قضية معينة أنا عملت زواج الكاثرات كنت رسمة أني طبعا يعني البنت لما يجي تتجوز في سن صغير فأكيد شايفة معاناة في البيت حتى لو وفقت فبتبقى شايفة معاناة في البيت هي بتحاول تخلص من البيت تخلص من البيت فأنا كنت عاملة أفص عصفير فالبنت بتخرج جري من أفص العصفير بتخرج على أفص تاني اللي هو الزواج المبكة فدي كانت من أهم الرسومات اللي عملها وكان في رسمة تانية لعدات التفاديد احنا ممكن لو عزت يعني يزيع الرسومات واحنا نعلق عليها يعني دي كانت من أهم الرسومات الزواج الكاثرات لو سمعنا ممكن أنه يعرض اللوحات واحنا نعقب عليها دي كانت رسمة مهمة رسمة مهمة جدا وكمان من أهم الرسومات اللي أنا رسمتها كان في رسمة تانية طبعا العدات والتقاليد بتمنعنا من حاجات كتير يعني كنت رسمة بنت فرحانة ببلونة وطلع ومسمار العدات والتقاليد في الفستان بتاعها فساعت بتبقى العدات والتقاليد لو ما تنطلقيش ده بالظبط دي كانت من أهم الرسومات اللي أنا رسمتها وعلى فكرة الرسوماتك أغلبها مش محتاجة كلام ودي الأصعب بالضبط وبخاطب كل اللغات وبخاطب كل فئات المجتمع اللوحة دي كلميني عليها لو شايفاها دي المرأة العاملة طبعا دي المرأة العاملة المطحونة واخد البيت والعمل والمسؤولية كل حاجة وراها سحبة كل حاجة وراها وكمان يعني بتربي الأولاد وحامل وكل حاجة كل حاجة وبرضو ماشية في طريقها وده اللي بيحصل فعلا فدي كانت برضو من أهم الرسومات يعني لأنا مهتمة بيها في قضايا المرأة وطبعا فيه رسومات كتير أو قضايا كتير أو رسمت فيها طيب الأجيال الجديدة بقى في فن الكاريكاتير هل بنقدر نقول أنه دخل فيها مجال يعني البنات قدرت تقتحم المجال ده أكتر طبعا طبعا يعني إحنا من 2014 هل يحظهم أوفر شوية من اللي بدأوا قبل يوم لإن إحنا كنا زمين أنا كنت برسم في جرائد وراكية الجرائد الوراكية كان صعب قوي إن إحنا نلاقي مكان ننشر فيه لكن دلوقتي أنا ممكن أكون برسم كاريكاتير وعندي مساحة كبيرة قوي على الميديا يعني الميديا إن أنا أستخدم صفحتي إن أنا أنشر عليها فده متاح وده ممتشار كمان وإحنا دلوقتي الأفضل للبنات إن إحنا كنا كمان 21 فنانة من 2014 للربط إحنا دلوقتي بقنا 60 فنانة والعدد بيكتر كمان وعندنا أطفال كمان حابين فن الكاريكاتير وحابين يشاركوا معنا في المعارض بتاعتنا عمرك فكرت يعني إيه اللي وجهك للكاريكاتير ليه؟ ليه مثلا موتيش أنا حرسم بورتريهات حرسم مناظر طبيعية عادية ولا رسمتي في العادي وبعد كانت تجهتي للكاريكاتير لا أنا كنت بدأ برسم طبيعة برسم بورتريهات فأخدت كورس في كلية تربية فنية وكان عندي الدكتور اللي بيدينا دكتور محمد حمدي يعني أنا التحية يعني أنا بحييه من مكاني اللي أنا قاعدة فيه دوت لأنه كمان بيشجع الشباب دلوقتي فلاقاني كده برسم قال لي تم ترسمي كاريكاتير يعني فقلت لي يا دكتور لا أنا متزوقة الفن الكاريكاتير قال لي أنا شايف فيك حس مشروع فناني الكاريكاتير فبدأت ترسم رسمة ووريته له وتنشرت وقتها في جريدة نسائية وبقدت بقى خلاص بقى ترسمي كاريكاتير هي الكاريكاتير من كاريكتر يعني من الشخصية من أن هي بتوضح لأنه لأنه أنا بحيث يعني أن سمات الفنان الكاريكاتير تختلف عن سمات الفنان العادي يعني أعتقد هي محتاجة جراءة محتاجة ده بالفعل لأنه إحنا بنرسم الكاريكاتير يعني ممكن يكون فيه رسم كاريكاتير رسمته مش قوية بس عنده الفكرة إحنا 90% من رسمة الكاريكاتير فكرة وال10% رسم يعني لازم أن يكون عنده يقدر يجب فكرة أنه تأثر يعني جامد أو تتشاف كويس ده يبقى فنان كاريكاتير شاطر ده شيء جميل جدا ويعني أتمنى دايما تشرفينا ويكون معاك رسمات أكتر وتكون الرابطة بتاعتكم بتكبر وتستوعب نساء وبنات أكتر عشان إحنا محتاجين اللي يعبر عننا بشتى الطرق ومن واحدة من هذه الطرق هي فن الكاريكاتير طبعا أنا بشكركم وبشكر البرنامج اللي بيديني فرصة دايما أن إحنا نتكلم ونتكلم عن الرابطة وقضايا المرأة فأنا بشكركم جدا يعني مشاهدين الكرام دي كانت فقرتنا فقرة يعني بكون متشرفة بيها وممتعة وبكون فخورة بأن إحنا عندنا سيدات نقدر نقول قد المهمة لأن كل واحد فينا عنده مهمة وعنده رسالة في الدنيا فبكون سعيدة جدا لما بشوف أنه فيه سيدات قوية تقدرين أنه هم يتحدوا كل ظروف ويعبروا عن سيدات أخريات كمان وهو ده المهم بشكر فنانة الكاريكاتير أستاذة هويدة إبراهيم بشكرك وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة ودائما وأبدا تحيا مصر شكرا وإلى لقاء